اهلا احبائنا مشاهدينا بواصل حديثي عن موضوع ظهرات يسوع المسيح قلنا ان ظهرات المسيح تعتبر واحدة من اهم الدلائل والبرهين انه هزم القبر وقام من بين الاموات وهو حي يظهر للتلاميذ مثل ما ذكرت من قبل انه المسيح مات فعلا وان القبر فارغ وان المسيح حي الى ابد الابدين وانه قام ولمدة اربعين يوما ارى نفسه ببرهين حية للعديد من التلاميذ فظهر لمريم المجدلية وظهر للمريمات الاخرات ظهر لتلميذية عمواس ظهر للتلاميذ مرتين هنا في العلية وظهر على بحيرة طبرية وظهر ايضا بعد القيامة وبعد الصعود لاستفانوس وظهر ايضا لبولوس الرسول وفي سفر الرؤية ظهر ليحنى الرائي يحنى الرسول تلميذ المسيح فواضح من كل هذه الظهرات ان هؤلاء الشهود شافوا يسوع بام عيونهم والتغيير الجذري اللي حدث في حياتهم من حياة الخوف من حياة الشكوك وعدم التصديق وعدم الايمان الى الجرأة والى الشجاعة والى اليقين والى الاستعداد بكل انواع التضحية من اجل يسوع المسيح فقد رأوا المسيح الحي المقام من بين الاموات وهذا يعتبر دليل مهم جدا جدا رأوا ان المسيح وضعوه في القبر وفي الكفن وفي اليوم الثالث عندما قام المسيح انسل من الجسد ودخل الابواب المغلقة في العلية وهنا احباء على جبل الزيتون صاعدة الى السماء اي لم تستطع اي جاذبية ان تمسك يسوع لانه عنده جسد ممجد جسد روحاني جسد غير يعني مرتبط في هذا الزمن خارج عن نطاق الزمن فاذا يسوع المسيح اظهر سلطانه واظهر مصداقيته واظهر صدق دعوته واظهر تصريحاته انها صادقة بالكامل وعندما تغيرت حياة التلميذ مش بس انه رأوا المسيح المقام ولكن اكدوا من الكلمة المكتوبة من الوحي الكتابي من تتميم النبوات ان يسوع المسيح سيقوم بهذا العمل صاعدة الى السماء سيرجع ثانية ارسل الروح القدس حتى يجهز التلميذ لهذه المأمورية العظمى اشتركوا في القناة